السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسابهين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتوا ما كتشاهدوا هذا الفيديو ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانال وما تنسون إشخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع الفنانة المغربية لطيفة رأفت درس عملي على العنق ديالها فخليكم معايا ختي بشرفوا على السفاصيل وتسمعوا شنوقع ودعواتكم معا ختي بالشفاء العاجل الله يشافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب فكف ما شاهدوا في الفيديو السابق اللي نزلت لكم ديالحفل خيتان ابن الممثلة المغربية رجو الساهلي واللي حضروا فيه مجموعة من الفنانين والمشاهير واللي كانت من بينهم الفنانة المغربية المحبوبة عند المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن الفنانة لطيفة رأفت واللي بزاة ديالناس شافوا هدير الحجاب وعشباتهم وقالوا بلي الحجاب جه غزال وزادها نور على نور وكينا كذلك فئة أخرى اللي انتقدتها وقالت بلي هدك ماشي حجاب فهي مغطية غير النص ليا شعرها ما مغطية شعرها كامل بيش نقول وراح حجاب فاليوم نتاشروا في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للفنانة المغربية لطيفة رأفت مباشرة من أمام المحكمة اللي مشات بيش عطي أقوالها في قضية بسبب أديوهات مسربة وكانت كذلك دير الفلار على شعرها وبانت له حد الفصمة في العنق ديالها وتستفدي الناس اللي بدو كيتسائلوا أشنوا واقع الفنانة المغربية لطيفة رأفت تدخلوا عليها فانتوا ما اخوتي غاديت عرفوا لطيفة رأفت علاش كانت دير ذك الفصمة على العنق ديالها ودعواتكم مع أخوتي بشفاء العجيل الله يشافها ويشاف جميع مرضى المسلمين يا رب فانتاشروا في مواقع التواصل الاجتماعي باللي الفنانة المغربية لطيفة رأفت كانت دير الفصمة على العنق ديالها حيث بأخرا درت عملية على الغدة الدرقية شوفها في أهل المراتب فدو السبب ليخلي الفنانة لطيفة فتدر الفولار على شعرها بشغطة العملية اللي ديرها فالله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب فنانة محبوبة صارحة كيبغي الكبير والصغير فالله يخلي لها صيحتها والله يخلي لها بنيتها ألماس فكنت أدرخوا تسعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة